خلف نافذة أحد الفصول بمدرسة ابتدائية للبنات كانت تجلس طفلة مسكينة وجميلة بلغت سن المدرسة ولكنها لم تلتحق بها بسبب وضع أسرتها المادي حيث أن والدها توفي ولها ثلاثة إخوة أصغر منها وكانت هذه الطفلة تبيع خبزا لأمها في الصباح لتساهم مع أمها في الإنفاق على إخوتها وفي أحد الأيام دخل معلم تقي صالح يدرس مادة الرياضيات إلى فصل الصف الثالث وسأل المعلم تلميذاته سؤالا وخصص لمن تجيب عليه جائزة ولكن لم تجيبه أي تلميذة داخل الفصل وفوجئ بالطفلة التي تبيع الخبزة تطل من النافذة وتشير بأصابعها للإجابة وكانت إجابتها صحيحة قرر المعلم رعايتها والتكفل بكل ما يلزمها من مصروفات مدرسية من مرتبه وطلب من المدير قبولها في المدرسة حتى ولو مستمعة فوافق المدير وذهب المعلم إلى والدتها وأخبرها بذلك وتولى أحد إخوتها بيع الخبز مكانها وبعد سنوات أنهت الطفلة المرحلة الابتدائية وكان ترتيبها الأول بين زميلاتها واستمرت على هذا التقدم حتى نهاية المرحلة الإعدادية وهنا فارق المعلم أرض الوطن ليعمل معلما بدولة عربية ولأن في ذلك الوقت لم يكن هناك هواتف بقرية تلميذته انقطعت صلته بها لمدة اثنتين عشرة سنة وبعدها عاد إلى وطنه وبعد يوم واحد من عودته ترك العاصمة وذهب إلى قرية تلميذته وسأل عنها وعن أسرتها فذكروا له أن هذه الأسرة قد رحلت إلى العاصمة منذ سنوات وانقطعت أخبارها عنهم عاد المعلم إلى مسكنه بعاصمة حزينة وفي أحد الأيام شعر بألم في معدته فذهب إلى المستشفى مع أحد أبنائه وأثناء جلوسه في الانتظار إذا بطبيبة على قدر من الجمال تحدق إليه بشوق كبير فسأل الإبن أباه إن كان يعرفها فأخبره بأنه لم يرها من قبل بعد تدقيق من الطبيبة على الرجل الذي اكتسى بالشيب أسرعت إليه وعنقته وهي تبكي بصوت أثار دهشة كل من كان بالمكان وظن الجميع أن هذا الرجل هو والد الطبيبة وبينما المعلم في دهشة كبيرة قالت الطبيبة له أنا الطفلة التي كنت سببا في دخولها المدرسة وصرفت عليها من مالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الله ثم رعايتك واهتمامك وموقفك الإنساني الفريد أنا ابنتك بائعة الخبز خلف النافذة لقد كنت أدعو الله لك بكل الخير عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وأنا مهما فعلت لن أستطيع رد معروفك بكى المعلم ولم يصدق ما يسمعه ومن فرحته زال الألم عنه ثم دعته الطبيبة هو وابنه إلى منزلها وأخبرت أمها وإخوتها بالمعلم الإنسان الذي وقف معهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم واحتفلت به الأسرة احتفالا كبيرا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رجل فقير يعمل عامل نظافة تمنى وهو صغير أن يلتحق بالمدرسة ويحظى بقدر من التعليم ولكن لظروف أسرته لم يلتحق بالمدرسة وتعلم القراءة والكتابة باجتهاده كما حفظ أجزاء كثيرة من القرآن وبعد زواجه رزق بطفلة جميلة وبعد عامين رزق بطفلة أخرى فخشيت زوجته أن يكون قد حزن لإنجابها البنات فابتسم وقال لها أنا لست جاهلا وأحفظ الكثير من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة وقد تأثرت قبل زواجي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من سعته وطاقته كن له حجابا من النار يوم القيامة لذلك أحب طفلتاي وأتمنى ثالثة لم يخبر هذا العامل المجتهد ابنتيه عن وظيفته حيث لم يريدهما يوما أن يشعر بالخجل بسببه أو ينظر الناس إليهما باحتقار كما يفعلوا معه ويهينوه دائما بل أرادهما يقفان أمام الناس بكل كرامة واعتزاز وكلما سألته إحداهما عن عمله كان يخبرها أنه مجرد عامل يدوي وكان قبل أن يعود لمنزله يوميا يستحم في أحد الحمامات العامة حتى لا تعرف ابنتاه ماذا كان يفعل مرت الأيام ورزق العامل بالابنة الثالثة ففرح بها كثيرا وقرر إرسالهن للمدارس التي حنو بها وحرم نفسه من الملابس والطعام الشهي وكل المتع من أجل تعليمهن وبعد أعوام وفي اليوم السابق لموعد تقديم ابنته الكبرى للجامعة لم يتمكن من توفير رسوم قبول جامعتها ولم يستطع العمل في ذلك اليوم حيث جرس حزينا بجوار القمامة محاولا أن يخفي دموعه فنظر إليه زملائه ولكن لم يقترب منه أي منهم أو حاول الكلام معه لقد شعر بأنه فشل في تحقيق حلم ابنته بدخول الجامعة وانكسر قلبه ولا يعلم كيف سيواجه ابنته اليوم وكيف سيجيبها عندما تسأله عن تلك النقود بمجرد دخوله المنزل فدخل أحد المساجد وصلى ركعتين ودع الله كثيرا وقال يا رب لقد ولدت فقيرا وحاول الناس إقناعي بأنه لا يمكن لشيء جيد أن يحدث لفقير وخصوصا كحالتي ولكنني لم أقتنع وقلت لهم أن كل شيء بيد الله وهو وحده من يقول للشيء كن فيكون فيا رب لا تخزني في بناتي وساعدني في تحقيق أحلامهن وبعد خروجه من المسجد وجد زملاءه ينتظرونه وسألوه هل تعتبرنا إخوة لك؟ وقبل أن يجيبهم وجدهم يعطونه أجر عملهم الأسبوعي وعندما حاول الرفض قالوا له سنجوع أسبوعا إذا تطلب الأمر لكن لا بد أن تذهب ابنتنا إلى الجامعة إن همر العامل في البكاء ولم يستطع الرفض وفي ذلك اليوم لم يذهب إلى الحمام للاستحمام كعادته قبل العودة إلى المنزل لقد نسي من فرحته ورجع متسخا وفوجئ ببناته يسرعن إليه ويقبلنه بكل حب واحترام وتمر الأعوام وتتخرج ابنته من الجامعة وتعين معيدة وابنتاه الأخريان لديهما منح جامعية مجانية والثلاثة لم يسمحن له بالذهاب للعمل وتكفلن بالمصاريف وقد أخذته ابنته الكبرى لعمله القديم وقامت بتقديم الطعام لكافة زملائه القدامى وعندما سألها أحدهم لماذا تقدمين لنا كل هذا الطعام قالت له جميعكم جعت أسبوعا بأكمله حتى أصبح ما أنا عليه الآن فأدعو الله أن أتمكن من إطعامكم جميعا كل يوم ابتسم الأب وقال لزملائه الآن لم أعد أشعر بالفقر فكيف أكون فقيرا وأنا أمتلك بنات كهؤلاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر